مرحبا بكم السلام عليكم كيف ديرين اتمنى تكونوا بخير مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد قضية جديدة اليوم غديش تكون مقدمة وندخلوا نيشان في التفاصيل هذه القصة وقعات الأحداث في عام 2006 في مدينة فاس بالضبط مع الخمسة دير الصباح في واحد طريق التي كانت خارجة في مدينة تقريبا ثلاثة احترار ربعة كيلومتر وعائلين كانوا يريدون بالطموبيل في واحد اللحظة كتبها لهم بنت طيحة في جنب الطريق هؤلاء الناس غير شاهدوا هذا المنظر ساعة هبطوا من الطموبيل ونرى ما هو واقع ولكن غير قربوا لها سيكتشفوا بالبنت ميتة ومن الحالة التي كانت فيها كانت بينات مكرا في صبزة حيث الجسم كان كله متعرض للدهس كانت مكرا في حالة تفوق منه شيطا موبيل يعني البنت كانت في واحد الحالة يرثلها هذي الناس غير اكتشفوا الجثة ديك ساعة تصلوا بالبوليس وعلمهم حيث قالوا لربما تكون البنت ضربتها شيطا موبيل وهربت بطبيعة الحالة البوليس غير جاوم هذا البلاغ مباشرة غير انتقلوا العين مكان فعلا غير وصلوا كيشوفوا قدامهم واحد الجثة دي البنت تكون في بداية ثلاثينات من عمرها من المعاينة المبدئية التي داروا البوليس هذه الجثة تبين لهم بأن هذه القضية ما عنداش علاقة نهائيا بحادثة سير القضية غتكون عندها علاقة بجريمة قتل واحتمال كبير لجانيدال هذه المسرحية كاملة لكي يوهمهم بالسباب الوفاة هي حادثة سير وهذا الشيء عرفوا البوليس من المعاينة ديهم حيث كان باين بالضحية تعرضت للدهس أكثر من مرة وكانوا بينين احترر الرويد في المحيط اللي كانت فيها هذه الجثة حاجة أخرى الثالث انتيباء ديال البوليس هم الحويج اللي كانت لابسة الضحية كانوا بينين غاليين هذا الشيء اللي خلاهم يعطيوا احتمال باللي هذي كان المطروح هو الضحية شنوجد تدير في هذيك البلاسة وفي هذي الوقت وكانت تراكب مع شي واحد طموبيل واللي جابها حتى لذيك البلاسة ودير في هذيك الحالة وكانت غادبوا حدا في ذيك الطريق وتعرض لها شي واحد وكان عندها حساب معه مثلا وبدأ يدهس فيها بالطموبيل دياله الله أعلم حتى باش نقوله باللي سيدة ساكنة قريبة من هذه البلاسة لا يمكن لديك المنطقة كاملة غير خلاق لا يوجد فيها السكان نهائيا هذا الوقت كانوا تحقوا الشرطة العلمية وبدأوا الإجراءات ديالهم أول حاجة داروها بدأوا يقلبوا في الحويج اللي كانت لابسة الضحية ولكن ما لقاوهاش هالزماعة حتى شواتيقة من غير واحد كارت فيزيت بسمية لاطيفة وكانت المهنة ديالها مديرة بونك هذه الحاجة الوحيدة اللي لقاوها في المنطو ديالها البوليس من بعد ما اخذوا الأقوال ديال الناس اللي اكتشفوا الجتة وباللغو عليها لقاوها أو رقاوهم ما عارفين حتى أو رقاوهم ما عارفين حتى شي حاجة حتى كيف ما قلت لكم هاد الناس غير كأنو ديزين بالطو موبيل ديالهم حتى كانت لهم الجتة مليوحة في جنوب الطريق يعني ما عندهم حتى شي معلومة اللي غت فيه البوليس المهم الشرطة العلمية منسا لو المعينة على الجتة والمنطقة اللي تلقات فيها هنا كيرفعوا البصمة ديال الضحية وياخدوا لها مجموعة من صور الاحترازية ومباشرة غينقلوها المجسودع ديال الاموات حتى يشوفوا شنو غادي يقول الطب الشرعي وفي نفس الوقت بقوا مكمل البحث ديالهم على هال القادية حتى خرج التقرير ديال البصمة وهنا البوليس غيتعرفوا على الهوية ديالها والعنوان اللي كتسكون فيه واحتفاش بحثوا في سجلات ديالهم فعلا غير قوالي ديها مقدمين ببلاغ بالاختفاء على بنتهم اسمي سالاطيفة وكانت كتسكون في نفس المدينة وتخدم مديرة في واحد البنكة يعني ديك الكارت فيزيت اللي كانوا اللي كانت لابسة كترجع ليها ولكن شكون اقتل هادلان ما توصلوا احتررس الخير اللي غادين يبدو منه البحث ديالهم هنا البوليس غي يديروا ديك الساعة غي يستدعي العائلة ديالها وفعلا مش هو ودي ديال كوميسيريا وكان معهم حتى خاطبها باللغو بالكارتة اللي وقعت البنتهم وطلبوا منهم يمشيوا معهم المستوداء الأموات باش يتأكدوا واجدك الجثة فعلا ديال بنتهم أولا لا هاللائلة غير شافوا جثة لاطيفة مباشرة تعرفوا عليها هنا في البوليس غي يبدو البحث في الجريمة اللي غتكون معقدة بمعنى الكلمة وباش يعرفوا نعرفوا حنا كيفاش وقت الجريمة سنرجعون تعرفوا على لاطيفة وعلى العائلة ديالها المهم كانت لاطيفة في عمرها 31 عام كانت تنتعمل واحد العائلة بحكم بها كان معروف عنده شركة ديال مواد البناء ويخدم غير مع الشركات الكبار عندها اختها وحدة في عمرها ثلاثين عام زوجة وعنده وليدات لاطيفة كانت واحد البنت اللي كتقرم زيان من بعد ما كملت قرأتها ومع المداد ترقات وولاتها المديرة غير قبل اربع شهر على الجريمة تقدم لها واحد شخص ميتو سامير خطبها من دارهم وكان بقى لهم غير عشرين يوم بالضبط باش يتزوجوا حتى كيتفاجأ خاطبها باللطيفة تلقات مقتولة مليوحة خارج المدينة البوليس من غير من خلال البحث اللي داروه مع العائلة وكانت مليوحة تخرج من الدار مع ثمانية للصباح وكانت ترجع مع الخمسة للأشياء ولكن ذلك النهار يتفاجأوا أن ابنتهم لم يترجع لذلك الليلة للدار يقولون بما يجعلون تقلبوا عليها حتى من صحاباتها الذين يعرفوهم حتى وصلوا إلى البنت في نفس الأجنس هذه الليلة للطيفة لأنها خدمة صغيرة في الصباح نخرج نتسخر ونرجع ولكن من ذلك اللحظة لا يعود درجات نحن مليوحة تطلقنا ربما تكون جاءتها شيئا مهمة على غفلة وكانت بحالها وكان عندها شيئ شغل وكانت تقضي ولكن المشكلة هي يبقى أن يؤكد البوليس أو يؤكد البوليس بالطموبيل حد الساعة بقى وقف الباركينج اللي قدام الوكالة اللي خدمة فيها يعني بنته ما حركتش طموبيل نهائيا وهذا شيء هو اللي جاه غريب فين مشاتها البنت ولم عامل طلاقات الله أعلم احتبوها ما كان عارف والو على بنته دكشي علاش ما أعطيتشي إفادة للبوليس ما فعل البوليس بحتشي معلومة جديدة قال لهم احنا بقينا نقلب عليها ديك الليلة كاملة ومن ما عارفنا احتخبار جين الكوميسارية بلغنا الاختفاء ديالا وخال البوليس رجعوك يسولوها واش بنتك سبق لها زوجات جاوبهم ببها قال لي من لا بنتي مع مرض زوجات ولكن حاليا كانت مخطوبة والخطيب ديالها راجع معنا واش بنتك كان عندها علاقة مع شي واحد وليش مرة جات قالت لكم باللي تعرض للتهديد من طرف شي واحد خدم معها ولا كيعرفها الاب يقول لهم لا ما كان حاجة من هادشي هادشي على الأقل اللي كان عارفه وغير يقولوا ليك كيفاش كانت علاقتها مع خطيبها مثلا واش عمرها جات عندكم وتشكت لكم منه ولفاتوا وقع بيناتوا مشي مشكلة قدامكم رجعب بها قال لي من لا بالعكس البنت كانت علاقة مع خطيبها وما عمروا وقع بيناتوا مشكلة الأولى الدابز السيد اللي عمره ضار وما عمرنا شفنا منه شيعي أنا لحد الساعة ما تيقشون غيكون دار في بنتي هاد الحالة فبقى كان في واحد الحالة خيبة بزاف كان الوقت كامل هو كي أكل البوليس باللي بنته ما تكونش عندها مشاكل لا في الخدمة لا في حياة الشخصية ومعمرها آدات شي واحد اللي غيفكر انتقم منها بهذه الطريقة هذا الأب كان كي بكي بحرقة على بنته كي يقول البوليس باللي لطيفة كانت فرحانة كانت بقالها غير شي ايام وتزوج وحتى الأم دياله كانت تقول نفس الأقوال ديال الاب ديكسا على البوليس مشا وجابه خطيبها حكيم باش حتى هو يبحثوا معه ويعرفوا ما تحترسوا قالوا له ما تتعرف على لطيفة كيف كانت علاقتك بها جاوبهم باللي لطيفة كانت مثل الله يعمرها مؤدبة محتارمة ومشي شي وحدة اللي قد خرصة في المشاكيل تقريبا لابا مدة دي 4 شهر ونحن مخطوبين وفي الأخير ديالات الشهر كنا ناوين ديروا العرز لدرجة أن الحد الساعة ما زال مستوعب هذا الشي اللي وقع لها وشكون هو واحد الشخص اللي قتلها واخا الساعة واش فيت وقع بيناتكم شي صداع قال ليهم لا واش فيت عودة لك بللي كان عنده مشكل مع شي واحد في الخدمة ولا مثلا كنت عارف بللي فيت عنده علاقة مع شي واحد قبل ما تعرف عليك حاكم مرة أخرى كل يوم بللي عد شي مكنش واخا قل لنا اخر مرة اختفاء الضحية قال ليهم تلاقي سنوية غير قبل الاختفاء دياله وفي ذاك النهار اللي اختفت فيه وفي ذاك النهار اللي اختفت فيه واش مطلقتيش معها قال ليهم لا انا ذاك النهار اتصلت بها مع جويه ذاك العشرة ديال الصباح ولكن فاشا رجعت كانت تتصل به بلشية مكانش كتجو هنا رجعوا يكي يأكدوا عليه واش متأكد باللي ذاك النهار مطلقتيش بها ولكن حاكم كان مسر على الهضرة دياله ورجع يأكد البوليس باللي ما شافعش نهائيا ذاك النهار وخا اعطينا البرنامج ديالك بالضبط البرنامج ديالك ديالك النهار بالضبط اللي اختفت فيه لطيفة من على طماش ديال الصباح حتى الليل فين كنتي ويقول لهم باللي ذاك النهار كامل كان خدم وبالضب ديالك كان عنده جتماع من واحد مدير ديال واحد الشركة على حساب شيء خدمة قال لهم من ينسى لديك الساعة مشيت تغذيت في الدار ومن وراها خرجت مشيت تجلس واحد شوية في القهوة ومن بعد رجعت في حالي داري البوليس من بعد ما بحثوا مانت أكدوا باللي السيد كيقول لهم الصراحة وما كدبش عليهم يعني تبين لهم باللي حاكم ما عنده حتى علاقة بهذه الجريمة فهذه الوقت كان خرج القرية الطيب الشرعي اللي أكد باللي الضحية ما ماتش بسبب حاجة تتسير كيقول باللي سبب الوفاة كانت واحد ضربة قوية تلقعت الضحية على مستوى الرأس ديالها يعني هاد الشخص غفلها وضربها بشي آلة حادة من الخلف ديال رأس ديالها وباللي لطيفة تقتلت ما بين جوجه حتى ثلاثة ديال الأشياء حاجة أخرى وكانت مهمة بزاف هي أن الضحية ما ماتتش في نفس البلاسة اللي تلقات فيها البنت قتلت في بلاسة أخرى ومن بعد تهزات الجوجة ديالها وتحطت في ديال المنطقة عادت من الدهس ديالها بالطموبي يعني ديال البلاسة اللي تلقات فيها ماشي هي مصرح الجريمة وكانت آخر حاجة كتذكر في التقرير هي أن الضحية ما كانش متعرضة نهائية للاعتداء أو للغتصاب البوليس غير وصلوا لهذه المعلومات مباشرة ومشأوا اللاجونس اللي كانت الضحية كتخدم فيها وبدأوا يبحثوا مع جميع الناس اللي خدامين معها الناس كيقول البوليس باللي العطيفة ذاك النهار رجعت للخدمة ديالها كيف العادة حتى وصلت ديالك نهار قالت لنا باللي غتخرج تسخر وترجع ولكن وصلت الوحدة الجوج والعطيفة ما رجعت نحن ذاك الساعة قلنا تقدر تكون جاتها شي حاجة مهمة على غفلة ومشأت بحالها هاد الشي اللي فكرنا فيه المشكلة هي البوليس وخي قلبوا الطموبيل ديالها ما لقوا فيها حتى حاجة مهمة يعني وواش البنت في ديك الوقيت تتاصل بأشي واحد وخرجت عنده ومن بعد ركبت معه فطموبيل ومشأت معه لشي بلاسة حتى هذا احتيمال منطقي هنا غيرجعوا الكاميرات ديال المراقبة اللي كيدين في ديك البنك وفعلا في ديك اللحظة اللي كانوا كيشوفوا فيها مسافة حتى ما بقىش كتبان الكاميرات المشكلة هي البوليس وخا كانوا دالوا الخبرة على الطموبيل ديال خاطي بها حيث في اللول قالوا ربما يكونوا اللي قتلها ومن بعد هزة الجتة ديالها في الطموبيل ودها ولا حافظة بلاسة ولكن نتجة ديال الخبرة أكدت بلي الطموبيل دياله ما كانش فيه نهائيا شي دليل ليورطوا في هالجريمة هنا الحل الواحد اللي جاهوا في بالهم ويأخذوا النمرة ديال التليفون ديال الضحية وعرضوا هالخبرة ويشوفوا وشتك صباح عرضوا هالخبرة ويشوفوا وشتك صباح تتصل بأشيء واحد وخرجات عنده وللا ولكن حتى هالبحت كان بدون نتيجة حيث تقرير ديال الخبرة أكد بلي الضحية ديال النهار ما هدرت مع حتى واحد من غير خاطي بها وليتتصل بها مع العشرة ديال الصباح ولكن الهدرة اللي دارت بناسه كانت عادية يعني ما كان فيها حتى شيء حاجة اللي تدخل البوليس المهم البوليس ما وصلوا حتى شيء نتيجة اللي تعطيهم رأس الخيط اللي بدون منه البحث حتى ما الكاميرا ديال مراقبة قلنا اللي كان في ديال الاجونس قلبها وبلا نتيجة واللي زاد عقدها للقضية أكثر حتى النتيجة ديال الخبرة ما طلعتش في أي شيء معلومة اللي تفيدهم يعني لطيفة ديال الصباح بلغة تكون مشاعة ومع من وشكون هو هالشخص اللي اقتلها وجابه حتى لديك الطريق وبديده السفيع لحد الساعة ما نلقى واحدة شيء أعطار ولا دليل اللي غاي يوصلوا به ليوصلوا به لهذا المجرم فاللقيت البوليس ضاعفوا البحث ديالهم ولا لهم واحد ضغط كبير من الأولين حتى هالقضية خدت وقت طويل حتى من النياب العامة كانوا ديما كيسولهم فين وصلوا في هال الميلف يعني كان ضروري اللي خاصهم يكتفوا المجهودات ديالهم باش يلقوا المجرم أقرب وقت ممكن المهم من بعد ما دازوا واحد ضابط اللي كان مكلا في بلقة قادية قرر يوسع البحث في ديك المنطقة اللي كانت كتخدم فيها الضحية وفعلا من بعد ما اخذوا اليد من النياب العامة مشوق يقلبوا فقاء الكاميرات دي المراقبة اللي كان في ديك المنطقة لدرجة بقى مدد ثلاثة ايام هم كيفروا في التسجيلات حتى وصلوا الواحد التسجيل واحد تسجيل كان بالضبط في الشارع الثالث يعني كان بيدي شوية على الوكالة اللي كانت لطيفة خدم فيها وهنا فين غتبين اللي ملاطفة ستتمشي في ديك الشارع حتى الواحد اللحظة فين وقفت عليها واحد طموبيل بيضاء وكانت بينا حتى الماتريكي اللي لها كانت كتذرهية وملاوحة شوية ومن بعد زادت في حال هذه الساعة هبط السيد اللي كان في الطموبيل ووقفها ورجع كيتناقش معها وكيتناقش شوية وغير من تصرفها ممكن اللي واقع بيناتهم مشي مشكل شوية كتبال لهم لطيفة رجعت ركبت معها في الطموبيل ومشاهوا حتى الملامح كانوا واضحين في الكاميرا يعني البوليس أخيرا قدروا يتعرفوا على آخر واحد تلقت به الضحية قبل الاختفاء دياله مباشرة تصلوا بواليدها وستدعوه من الكوميسارية ومن بعد تسجيلة ديال كاميرا في المعقابة سؤلوا موشك تعرفوا هذا الشخص وللغير يقول للبوليس لا هذا السيد ماشي من العائلة ومعمر نشفناه رجعوا استدعوه خاطبة حتى هو سؤله نفس السؤال ولكن حتى خاطبة مقدرش يتعرف عليه هو براسه من إنشاف خاطبة توراكبه مع هذا الشخص مفهم مواله البوليس من خلال المطريكي قدروا يعرفوا وقع المعلومات لهذا الشخص اللي كان اسمه نور الدين وخدمة طبيب الأسنان وعنده عيادة في واحد الحي شعبي مباشرة وقعوا وقعوا أول سؤال طرحوا عليه وكيف تعرف واحد البنت اسمه لطيفة هذا الطبيب سيقول لهم كيف يأتي عندي كثير من الناس لا تكشي على ما يمثل لأن أسميتهم كاملين واخر ما قلتي الفوليس هنا سوف يبحثوا في السجلات لكي يشوفوا كيف الضحية كانت تجي عنده أولا وفعلا غير القابل اللي لطيفة قبل عام كانت مسبعة مع هالطبيب وهنا فين غير جاي يسألوا كيف تعرف هذا السيدة والعمر اللقيت بها هالطبيب مرة أخرى قال يوم الله أنا هذه البنت لم أعرفها نهائيا هنا الضبيط غير جاي يأكد عليه على النهار اللي خسافت فيه الضحية قال له هو متأكد فهذا نهار بالضبط ما تلاقيته قال يوم الله ما تلاقيته في هذه اللحظة الضبيب اللي يبحث معه تعصب بزاف قال له الشريف ونحن نبحثه في جريمة قتل والبنت ونحن نلقيها مقتولة غير تبت ما نرسك قلنا الحقيقة حيث نحن متأكدين وعندنا الدليل القاطع باللي ذاك النهار لقيته بالضحية ذاك شي علاج بلا ما تزيد تنكر وتعدبنا معه البوليس من شافوه موصر على هادرته سيواجهوا بتسجيل الكاميرا اللي كان تشاداه هو يتناقش مع الضحية السيد غير شاف راسه في الكاميرا في كل اللحظة دنيا دارت به ما بقى فهمه والله واللانوردين غير كيتفتف على البوليس ويخرج اليوم في الهضراء وكي يزيدوا يتأكدوا كثير من الشكوك سيخضعوا طموبيل الخبرة وفعلاً خرجت النتيجة تأكد بالليد الطموبيل هي اللي دهست لطيفة حيث يلقى البصمة وعينات من شعرها باقين وسط طموبيل دياله طبعاً فهذه اللحظة غير يزيدوا يزيروهم مزيان حيث الأديلة كلها ضده ومن بعد ما ضغطوا عليه في الأخر هالطبيب غير يعتارف لهم باللي هو اللي قتل لطيفة وفي الأسيرة فهذه اللي غير يقول لهم نوردين قبل عام ونص كانت كتجي عنده لطيفة اللي هي دعاً بشتصيب سنانها اللي وقع أن هالطبيب غير شاف لطيفة عجب عجباته بزعف وحيث كانت متبع معه تقريباً واحد لمدة ديال شهر مجري سيدك شهر احتخذ النمر التليفون ديالها وبدو يتواصل مع بضياتهم ومع المدة طورت هذه العلاقة لعلاقة حب ولكن المشكلة هالحب كان غير من طرف واحد يعني كان نوردين هو اللي يبغي لطيفة ومتعلق بها المهم استمرت علاقتهم لمدة ديال 6 شهر وهنا في النوردين غيتقدم لطيفة للزواج حيث كان يشوفها بنزوينها ومتقفها وعاد من عائلة لبعث عليها ولكن في كل مرة كان يطلب من الزواج كانت لطيفة تأجل تقول له خلينا نزيدون نتعرفوا على بضيات أكثر احتل واحد النار احتل واحد النار في نهاء الطبيب يتفاجأ لأن لطيفة لا تتجربة للمكالماته ومن بعد بدلات حتى النمراء هذا يجعله يمشي في الصباح بكري ويتعرض لها لطيفة لطيفة لا ترى نور الدين قالت لي لكي نتعرف ما نصر في القهوة انت منطرق وانا منطرق ولكن لا تريد كل السبب الذي يجعلها تفارق معه لأن هذا الطبيب كما قلت لكم كان يريدها لا تريد أن يفرق عليها حتى النار كان نور الدين جلس في القهوة وحد اللحظة ستبقى لطيفة داخل القهوة ومع خاطبها سامير هذه الساعة فهم لطيفة هنا ما ستفاجأ أو تفهم لا تريد أن يتبعها حتى أعرف بأن هذا الشخص هو الخاطب وقريب ستزوجه ستسمع هذه الخبار وشعلت فيه العافية حتى لم يكن لديه كدير لتصل بها أو كل مرة يذهب إلى الأجنس ويجلس يتسنها حتى لذلك النهار من خلجة لطيفة لتقوم بغراب ستصادف قريب من الريستوران لكاميرات المراقبة وذلك الساعة واجهها وعرف هذه الخطبات وذلك تفرقت معه المهم بقى يتناقش معها لطيفة من شاهدت ويغوط عليها تسمح فيها وزادت هنا سيهبرت من الطموبيل قال لها ضروري خاصنا نحلو هذه المشكلة وحيط لطيفة خافت من نفلحها قدام الناس ولا يمشي يشوفها ووقف معه وشد لها وفيدها في الشارع ركبت معها في الطموبيل ومشيت معها الضارو قال لها غل مشي أنا ويك بالدار لكي لا يشوفنا حتى ونهضر مع بعضياتنا ونحاول نحلو هذه المشكلة بالعقل ولكن الذي يقع من يبدأ يهضر مع بعضياتهم بزاد كبير المشكلة حتى لحظة اللحظة لا يشعر برأسها وصف قاعدته وبدأت تعيير فيها كما لا يوجد شخصية وغير تابعها المهم استفزته بالهضراء وعلى حساب الأقوال يمسحت بكارامة الأرض نرد القلب في هذه اللحظة تعصرت ضرجة كبيرة حيث لا تريد تقول لها الهضراء سيضرب بها الراس في هذه المدة كاملة كان نرد يحاول يقصد جريمة ويقتلها وكانت غير لحظة غضب بحيث الضحية استفزته المهم بعد وعلى الجريمة الذي دار حتى النهار الثاني مع ثلاثة ديال الصباح دار الضحية في واحد الضربية وغبط بالطنوبيل دارها حتى الطريق الذي خارج على المدينة ومن بعد لاحى بدأ يزالها بالطنوبيل لكي يوهم البوليس الذي ضربها وهرب ومن بعد اعترف بالجريمة الذي دار داروا له إعادة تنتيل الجريمة ومباشرة قدموا المحكمة وفي المحاكمة تحكم على نور الدين بالمؤبد وهناك تسالي القصة ديال اليوم لا تنسوش تشجعونا باللايكات والتعليق ديركم والتفاعلات ديركم وبالملاحظة ديركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة